ويلقم يوتيوب ورجعنا لكم بفيديو جديد فيديو النهاردة يا شباب جاي اتكلم عن موضوع مهم جدا ولسه حصل من شوية صلوا في رحالكم ترتفع في مساجد مصر للمرة الاولى بعد قرار اغلاق المساجد خلونا نقرأ الخبر مع بعضينا وبعضيها نتكلم فيه اصارت صيرة الازان الجديدة بسبب الفيروس جدلا كبيرا بين الناس حيث يقول المؤزن صلوا في بيوتكم او رحالكم بدلا من حي على الصلاة حي على الفلاح وقررت وزارة الاوقاف ايقاف اقامة صلاة الجمع والجماعات وخلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة اسبوعين والاكتفاء برفع الازان في المساجد دون الزوايا والمصليات بصراحة انا مش شايف اللي بيحصل ده صح هتقول لي يا بلال ليه انا هقول لك الافضل انا شايف الافضل اللي احنا ممكن نعمل حظرة جوال لكن ما نطلعش نقول لا خلاص المسجد مسلا يتقفل والكنيس كلها تتقفل وكل حاجة تتقفل لان كي كان الناس في الشارع الناس كده كده بتنزل شغلها الناس يعني اكيد مش هتسيب شغلها وتنزل يعني مش هتنزل يعني مسلا يجيلهم فلوس منين مسلا تقف الشهر فانا شايف انا بصراحة فجيت جدا من موضوع ده يعني جميع مساجد مصر قالوا اه 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 صلوا في رحالكم او صلوا في بيوتكم يعني اه جميع المساجد قالوا كده كده وفي مسجد بردك مسجد في زي ده زينب اتقفل عشان المولد مولد النبو الشريف اه فده اتقفل ده اول واحد اتقفل في اه في مصر يعني فحاجة بصراحة انا اه من رأي بصراحة من رأي ان اه يعني الافضل انهم كانوا يعملوا حظرة الجوال حظرة اجول افضل لان كده كده انت اه يعني الناس كده كده هتبقى في الشارع يعني انا كل ما بغي بنزل بغس بالقي بردك فيه فيه ناس يعني انا بنزل بشته همن هنا بروح حاجة هنا فبلاقي فيه في مجموعة كبيرة فانا مش مش شايف بصراحة للقرار ده صح انا شايف كده وهي طبعا قولولي تحت رأيكم في الكمنتات اه ايه رأيكم في القرار ده فبس كده فيديو النهارية خلص اتمنى يكون اعجبكم فيديو النهاردة واستفدتم منه باي معلومة بس كده مشتنين رأيكم تحت في التكمنتات اتمنى كون اعجابكم في النهار ده مزوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة تفعلوا زر الجرس وعشان يوصل لكم كل الفيديو جديد وهانت خلاص ارجو من انوصل على العشرة لايف مشترك وي اا بس كده اصابت ايبي فيديو ايبي فيديو جنج وي سمي